المعلومات حول السكان تقول بأنه العدد الكلي هو 42 مليون نسبة نسبة الذكور 50.5% معدل الزيادة السنوية 2.5% نسبة الإناث 49.5% أستاذ محمد عامر أنت في دهوك وعضو الحزب الديموقراطي الكردستاني هل توجد إحصائية في كردستان في إقليم كردستان تقديرية كالتي لدينا الآن 42 مليون سكان العرب؟ أكيد أهل التخصص دوائر الإحصاء في إقليم كردستان عندهم هكذا أرقامين لم أكن شخصياً باعتباري لست متخصصاً في هذا المزمار أملك هذه الأرقام إذن ما دام الأستاذ عبدالزهرة يرى بأنه أساس الدولة وأساس التخطيط وأساس بناء المجتمع يبنى على الأرقام ونحن كسياسي نرى أنه يعني لاحظ حتى تكوين البرلمان حتى عدد أعضاء البرلمان الدوائر الانتخابية كلها تبنى على هذه الأرقام على هذه الإحصاءات في دولة لها إمكانيات جيدة ليست فقط جيدة ممتازة لكن لا يجري فيها الإحصاء إذن هناك سبب سياسي والسبب السياسي حقيقة أرى يكمن في القوة المتنفذة في العراق القوة التي لا تريد أن تعرف الحقائق كي لا تبني قراراتها على الحقائق وسبب بتصوري اثنين لا ثالثة لا ثالثة أما أنه الجهات المتنفذة التي تمنح إجراء الإحصاء بالعراق هي تعادي العراق كعراق لا يريد أن يكون العراق دولة قراراتها تبنى على الأرقام الصحيحة لتؤدي إلى نتائج صحيحة أو هي جهة مستفيدة من الوضع المخاربات عدم وجود الإحصاء والتي تتلاعب بثروات هذا البلد وأما هي جهة تخاف من نتائج الإحصاءات